وعن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بسيد عبد أبو شحادة عضو بلدية الأبيبيا فأهلا وسهلا بك سيد عبد أعلنتم رسميا انسحابكم من اتلاف البلدية لم يكن أمامكم أي خيار آخر ربما التفاوض تحياتي عزيزتي نعم بالفعل إحنا حاولنا حتى دقيقة التسعين حاول نقنع إدارة البلدية تتراجع من المشروع ولكن بعد عدة محاولات البلدية كانت مستمرة بالمشروع وما كانت معطية مجال للتفاوض على حل وسط الذي يرضي كمان الكياضات المحلية وأهل البلد وهذا عمليا فرض علينا نخد الموقف ورأي موقف الصح والخروج من الاتلاف لا يمكن أن نظل باتلاف الذي لا يحترم معالم مدينة يافا وتاريخ مدينة يافا هل حاولتم التحدث مع رئيس البلدية بشكل شخصي لمحاولة إقناعها عن العدول عن مشروع أو قرار تجريف المقبرة؟ كان عدة محاولات وحتى طرحنا بدائل وبعد ما المحكمة قررت أن البلدية ممكن يتكمل بالمشروع هذا عملية قوة موقف الرئيس البلدية وإدارة البلدية أن يستمروا وشفوها كأنه ضوء أخضر يكمل بالمشروع للأسف الشديد مع كل الامتيازات الموجودة بالاقتلاف ومع كل الإنجازات بين إذا كانت ميزانيات وبين إذا كانت مشاريع لخدمة أهل البلد وإحنا نفتخر فيها ونعتز فيها في نهاية المطاب فيه بوصلة ووطنية اللي هي السبب المركزي ليش إحنا موجودين بالبلدية وليش رشحنا وليش فتنا الانتخابات ومرحلة الانتخابات بند مركزي وكمان موجود بالاقتلاف هو حفاظ على المعالم العربية لمدينة يافا ومنها طبعاً بداخل الملاف فيه تشديد على كل ما يتعلق بالمقابر والأوقاف بين إذا كانت الإسلامية أو المسيحية يعني هذا إحنا نشوفه مش إنه البلدية كانت وعدانا بميزانيات أو مشاريع ما وفت الوعد إحنا نشوفه بند مركزي اللي علم مبني الاتفاق والتفاهم ليش إحنا موجودين بالاقتلاف مع إنه البلدية قررت ما تحترم البند وما تحترم قائمة يافا إحنا شوفنا من الأنسب نكمل نشاطنا من المعارضة صحيح ليست المرة الأورى التي نشاهد فيها أن الشرطة تمارس العنف على أهالي مدينة يافا هل هناك تداعيات أخرى ستكون جراء ما حصل؟ يعني للأسف الشديد إحنا كيف يعني نشوف تصرف الشرطة ومش بس بياه على مستوى قطري بين إذا كان بالقدسة وبين إذا كان بحيفة إحنا أنا مش متفاجئ من تصرف الشرطة كنت متفاجئ لو تصرفوا الطريقة أفضل يعني هذا كان بفاجئ أنا ما بتوقع إشي من الشرطة وما بتوقع من تصرفاتهم وهذا بأكد بشكل يومي أن الشرطة هي عمليا كمان أضرع من أضرع الأمنية للدولة التي شغلها أصبح التمييز العنصر تجاه مجتمعنا ربما ستكون هناك تداعيات أخرى بسبب تشجيف المقبرة؟ كيف تتطور الأمور يعني كيف إحنا شايفين الأجواء العامة وكيف شايفين تعنيد كمان الشرطة بالتصرف الهمج وتعنيد البلدية أن نطقم بالمشروع بالمشروع نفسه للأسف الشديد إحنا كل الطروحات مفتوحة بالنا طيب كيف تصف تجربتكم بانضمامكم للبلدية في هذين العامين كيف هي هذه التجربة؟ ما الإنجازات التي قمتم بها؟ لا عزيزتي إحنا بالسنتين الأخرين قدرنا نجند لمشاريعنا مدينة يافا فوق ثلاثة مليون شكل منها تقوية الكشفات وتقوية البنية التحتية بالأحياء العربية ومشاريع مساعدة الناس تخفيف معاش الحياة بالمدينة ومنها تقوية لجان الأحياء المحلية ومنها ميزانيات لترميم بيوت بمليون ستمائة ألف شكل بالأحياء لحياء اللي هو فقط هو كله عربي عمليا وطبعا بالبلدية التلابيب بلدية غنية وفيهم يعني موجود بالاقتلاف بطلع له يأثر على الميزانية بطلع له يطلع أكتر ميزانية للناس ونحن جدنا فخور بالسنتين الأخرانيين وجدنا فخور بالخدمة لأهل البلد وهذا طبعا غير كل التوجهات الشخصية اللي رفقتها وسعادت فيها وخدمت فيها أهل الناس نعم بلدية التلابيب فيها 31 عضو 28 منهم اللي عند مبارح كانوا بالاقتلاف اليوم صرنا السارو 27 بالاقتلاف 27 عضو بالاقتلاف عمليا رئيس البلدية ممكن يمرق كل القرارات وبنية البلدية كفي موجودة إذا كنت بالاقتلاف أو بالمعارضة عمليا ما بشكل تهديد على البلدية بس بنهاية المطاف مهم جدا نذكر حالنا ليش إحنا بالعمل السياسي وليس فقط عشان ميزانيات مع الاحترام والتقدير لأهمية الميزانيات والخدمات اليومية إحنا بنهاية المطاف جزء من الشعب العرب الفلسطيني بنهاية المطاف إحنا لدينا بوصلة وطنية جدا واضحة ودفاع عن المعالم العربية الفلسطينية بيافا بالنسبة إلي وبنسبة القائمة إيافا هاي الأهداف السياسية المتوقعة مننا إحنا اتجاه نفسنا لما نفوت على العمل البلدي نعم شكرا جزيلا لك سيد عبد أبوش هذا عضو سابق نقول عضو سابق في بلدية تل أبي بيافا شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة